من واشنطن ينضم إلينا كاظم الوائلي الكاتب والمحلل السياسي سيد كاظم الآن واشنطن انسحبت من هذه المعاهدة قبل عام تقريبا الآن تقر عقوبات جديدة فيما تعلق بقطاعات التعدين مثلا بينما أوروبا تدعو إيران والدول الموقعة على الاتفاق أن يلتزم بما وقعوا عليه السؤال هو ما هي المعادلة الجديدة التي تريدها واشنطن بالنسبة لإيران نعم مساء الخير محمد السامدر سينار أمريكا تريد من إيران أن تأخذ هذا الأمر بعين الواقع وبالجدية للأسف إيران لا تعي مدى جدية إدارة ترامب تجاهها ومدى جدية إدارة ترامب كصقور باتجاه إيران وطلب من إيران أن تكف عن بناء المفاعل النووية وتطوير الملف الإيراني مسألة أوروبا تريد أن تكون في الوسط ولكن لديها التزامات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولديها التزامات تجارية والتزامات أيضا عسكرية مع أمريكا ولذلك ربما في يوم من الأيام ستكون طرفا إذا لم تكن وسيط ستكون طرفا بهذه المعادلة وستأخذ الحيز الأمريكي والجانب ستنحاز إلى الجانب الأمريكي لأنهم لن يستفادوا من إيران يعني من إيران الآن تقع تحت وطأة هذه العقوبات الاقتصادية والآن الاقتصاد الإيراني منهك جدا والشخص الإيراني والمواطن الإيراني منهك أيضا فلذلك أوروبا تنظر أيضا إلى مصالحها الاقتصادية ولكن سيد كاظم إذا ما نظرنا فقط إلى فكرة أو مبدأ العقوبات الأمريكية أو الدولية على إيران فقد عدنا بالتاريخ إلى المربع الأول إلى ما قبل الاتفاق كان الحال هكذا قبل الاتفاق الآن واشلتون تقول أنها ستعود إلى هذه الضغوط الاقتصادية وإلى هذه العقوبات ما هو الجديد إذن بعد هذه السنوات قبل الاتفاق كانت هناك بعض الحل حلة وكان هناك أمل وكذلك كانت هناك تقريبا ثلاث ملايين برميل يصدر من إيران الآن هذه الأيام سيكون هناك تصفير وقبل الاتفاقية كانت لإيران علاقات مع دول الجوار مع دول الخليج بالذات ومع الجي سي سي ولكن الآن كل الدول قطعت علاقاتها أو الكثير من الدول قطعت دول الجوار والإقليم قطعت علاقاتها مع إيران يعني اللي بقت الآن هي العراق وعمان وتركيا والدول الكبرى منها الصين وروسيا ولكن مسألة تصفير النفط والتصفير تصدير النفط فهذا يحتم على الدول في العالم أجمع أن يلتزم بهذه العقوبات لأن هناك ارتباطات بنكية صحيح بين الدول وبين الشركات التصدير والإنتاج وبين البنك الدولي التي تقريبا تسيطر عليها مجملا الولايات المتحدة أخيرا سيد كاظم يعني الآن تهران أعلنت صراحة علانية أنها لن تلتزم ببعض البنود التي تم التوقيع عليها في اتفاق ستة ذائد واحد ماذا عن الخطوة الأمريكية القادمة هل أمريكا سوف تكون فقط محصور ردها في فكرة العقوبات ربما فكرة العقوبات ولكن أمريكا تنتظر أي حركة عسكرية استفزازية من إيران لتقوم بضربة بما تسمى الضربة تأديبية أو preemptive strike وهي ضربة استباقية إلى إيران وربما في القواعد الإيرانية على مضيق هرمز حتى يعني تقطع إيران يعني يقطع قوة إيران في هذه المنطقة وتهديدات إيران في هذه المنطقة لذلك أمريكا تنتظر أي شيء من إيران حتى تقوم هي بعمل عسكري ضد إيران ولكن الآن بما يسمى ستارس كوو اللي هو الحال الواقع وهي تصفير التصدير النفطي الإيراني وإنهاك الاقتصاد الإيراني حتى ينتظر إذا هناك أمل من ثورة شعبية إيرانية ضد النظام الإيراني في الداخل كاظم الوائلي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن فشكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر